حيرة كل عروسة هنحلها إن شاء الله من معرض منزلي النهاردة هنتكلم عن أفضل أنواع التلاجات وكل عروسة وكل ست بيت وأي رب أسرة ورب بيت عايز يشتري تلاجة النهاردة هنتكلم عن أفضل أنواع التلاجات العالية والمتوسطة والعادية خالص برضو هنتكلم عن إيه أهم المميزات اللي لازم تكون متوفرة في التلاجة اللي احنا هنشتريها يعني هنتكلم عن أول حية مثلا وهي الجودة الجودة تتلخص في حية خامة التلاجة الجزء المعداني الخارجي هل هو قابل للصدق ولا غير قابل للصدق دي حية مهمة جدا قبل ما نشتري التلاجة لازم نتأكد ونعرفها يا عروسة وكل ست بيت العازل اللي بين الجزء الداخلي والخارجي يكون كويس هنتكلم في حتة العازل يعني يمنع أي تبريد يخرج برا التلاجة أو حرارة تدخل جوا التلاجة دي حية مهمة برضو من الحياة المهمة جدا وانت بتشتري التلاجة لازم نشوفها وهي نوع المطور لازم يكون مطور كويس ويعيش معانا ويستحمل تكون موفرة للطاقة طبعا عشان الكهرباء ما تجيش الفطورة كبيرة الصوت يكون هادي طبعا دي حية مهمة جدا ان لازم المطور او يعني التلاجة يكون صوتها هادي ما يكونش صوتها عالي ومزعج حية مهمة جدا جدا بقى النقطتين اللي جايين دولة لازم نتأكد منهم يا كل عروسة وهي قطع الغيار ان هي تكون متوفرة في السوق مش بنتكلم عن الشكل والحجم والشركة ولكن احنا بنتكلم عن ان انت قطعة الغيار اللي تبوز عندك او يحصل اي طلب في التلاجة هتكون متوفرة وموجودة في السوق ومش هنغلب في ان احنا نجيبها وهل بقى النقطة التانية برضو المهمة جدا هل الشركة بتفعل الضمان ولا لا يعني الشركة فعلا هتستجيب ويجي انت مثلا اشتريت التلاجة وبعد مثلا ضمان عشر سنين بعد خمس ست سنين حصل اي عطل هل فعلا الشركة هتيجي وتصلح لك وتعملك القطع البيضة دي ولا مش هتستجيب دي حياة برضو مهمة جدا لازم جبل ما نشتري نتأكد منها بعيد احنا مش هنتكلم عن حجم ولا شكل مش بنتكلم انت هتشتري تلاجة 18 عشرين مش عارف كام ولا كام احنا بنتكلم على اساسيات لازم تكون موجودة في اي تلاجة احنا نشتريها في البداية جماعة التلاجة الاولانية واعلى تلاجات موجودة في مصر وهي تلاجة سامسونج تلاجة سامسونج قطع غيرها متوفرة في جميع انحاء الجمهورية جودتها عالية طبعا مطور ما شاء الله الصوت طبعا مش محتاج كلام خدمة ما بعد البيع والصيانة ومدة الصيانة طبعا تمام التمام وعالي العالي دي اول تلاجة معانا من التلاجات الممتازة جدا والعملية واللي ثبتت وجودها في السوق وهي تلاجة LG وتلاجة LG من افضل التلاجات اللي ممكن تشتريها وانت مغمضة بس للأسف سعرها غالي برضو زيها زي السامسونج أسعارهم غالية خالص على المستهلك التلاجة اللي بعد كده معانا تلاجة اسمها بوش دي ألماني بس للأسف قطع الغيار بتاعتها مش متوفرة ندخل على التلاجات اللي هي سعرها وسط معانا تلاجة زي توشيبة أو شارب أو تورنيدو دولة تابع مصنع العربي قطع غيارهم متوفرة وخدمة ما بعد البيع أو خدمة الصيانة ومدة الصيانة متاحة ومتوفرة معاهم وتمام التمام وعالي العالي وكمان الجودة عالية وكويسة والكواليتي بتاعتهم كويسة ومش بيغلبون فدي برضو تلاجة من ضمن التلاجات اللي احنا برضو ممكن نجيبها على حسب ظروفنا الاقتصادية الحقيقة اللي بعديهم المرتبة اللي بعديهم وهي تلاجة فرش بس تلاجة فرش اقل شوية في الامكانيات اقل منها شوية كريازي دي اقل من المتوسط شوية وعلى جد ايه على جد امكانياتها وعلى جد فلوسها تلاجة كريازي الصوت بتاعها عالي شوية بس كويسة بعد كده التلاجات الشعبي اللي هي زي الاسكا والكتروستار ويونيون اير وغيره وغيره دي مش هتعيش معاك وضعيفة بالنسبة لموضوع الاسعار فاسعار التلاجات يا جماعة متفاوتة وبتتغير من وقت الاخر ومن حين لاخر فاحنا ممكن ندخل على امازون او بيتيك او جوميا او اي موقع من الموقع اللي بتسوج للاجهزة الكهربائية ونعرف منها الاسعار والاسعار بتكون محطوطة عليها يبا زي ما تكلمنا وحكينا معاكم حياة مهمة خالص لازم نتأكد من المطور من الصوت قطع الغيار متوفرة خدمة مبعد البيع اللي هي الصيانة ومدة الصيانة كل الناس تعمل لنا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد من معرض منزلي للأدوات المنزلية عروض الخميس والجمعة والسبت ما بتنتهيش معاكم مكملين من داخل معرض منزلي للأدوات المنزلية نشكركم عنوانا المينيا من لوي شارح 26 يوليو معرض يحيى الفحار للأدوات المنزلية الشحن متاح لجميع محافظات الجمهورية نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته